اشتركوا في القناة اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا ممن علم وعمل ولازم الأدب وصحب الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم زدنا علما وفهما وفقها ويلحقنا بالصالحين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الأكارم في هذا المجلس المبارك من مجالس النور وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على ذرب النور والتي ستكون آخر حلقة قبل شهر رمضان المبارك حيث سنتوقف عن برنامجنا لينطلق برنامجنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في شهر رمضان المبارك سينطلق برنامجنا أياما معدودات وسيكون يوميا على قناة الفلوجة قبل هذا الوقت بساعة يعني سيكون في الساعة الخامسة إن شاء الله مراعاة لوقت الفطور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لطاعته ولنصرة دينه ولنشر شريعته ودعوته إنه المسؤول على ذلك وهو القادر عليه تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أمور الاستعداد لشهر رمضان المبارك كيف يستعد المسلم لشهر رمضان المبارك وسنستمر إن شاء الله في هذا الموضوع نستقبل فيه وفي غيره أيضا أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الشاشة كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال التعليقات على صفحة قناة الفلوجة على الفيسبوك فبرنامجنا يبث فيها الآن بثا مباشرا لمن لا يتسنى لهم مشاهدتنا من على شاشة التلفاز حياكم الله إخواننا الكرام ومرحبا بكم إذن على بركة الله نبدأ باستقبال الأسئلة التي وردتنا عبر الإنترنت في الفيسبوك وفي غيره هنا الأخ بداع العبيدي يقول عندي ولد توفي بسبب إطلاق النار من إنسان مجهول في سنة 2006 وأريد شهادة وفاة لعدم وجود أوليات في المستشفى وبعد ذلك يطلب شخص من المستشفى مبلغا من المال قدره ألف دولار لإكمال الشهادة هل يجوز نعطي مبلغ للحصول على شهادة هل هو حلال أم حرام علما أنه يفعل الشهادة خلاف ما حدث في الحقيقة يعني إذا سجلته بصفة شهيد ووضع له وصف أنه قتل من قبل جماعة مسلحة أو من قبل أمريكان أو ما شاكل ذلك ستحصل فيه على حقوق وهذه الحقوق مشروطة بشرط وهو أن يكون الإنسان قد قتل بواسطة القوات الأمريكية أو الجماعة المسلحة أو ما شاكل ذلك فإذا سجل على خلاف الواقع فالمبالغ التي تستحصلها حرام لا يجوز أن تعمل صفة شهيد وأنت لا تعرف من القاتل ربما بسبب عداوات أو ربما طلقة غير مقصودة فهنا لا يجوز أن تستلم فيه مرتبا أما إذا كان لا تظهر له شهادة وفاة خلاص لا يسجل متوفى إلا بوسطة هذه الشهادة يمكن يعني لا بس أن تعمل طريقة لكن أن تكتب فيها أنه بطلق نار مجهول وما شاكل ذلك أما أن تسجل على خلاف الواقع لاستلام حقوق فلا يجوز ذلك الأخذ شهر زاد تسأل تقول من هم هاروت وماروت ومن هم الأسباط هاروت وماروت ملائكة أنزلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأرض لما فضل الله سبحانه وتعالى بني آدم على الملائكة وأسجدهم لآدم عليه السلام استفسر بعض الملائكة وهم لا يعترضون على الله سبحانه وتعالى الملائكة يقول الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون استفسروا لماذا أسجدتنا للبشر البشر يخطئون ليس آدم عليه السلام آدم نبي معصوم لكن البشر يخطئون لماذا فضلتهم علينا والله تعالى يباهي الملائكة بعباده الصالحين أسأل الله جعلنا منهم كما ورد في الذي يقوم من الليل يباهي الله به الملائكة الذي يقوم هو في شدة نعاس وفي برد ويتوضأ ويصلي يباهي الله به الملائكة ويباهي بالحجيج في عرفة وهكذا فسأله ملائكة وقالوا له لماذا يا رب ونحن لا نخطئ ونعبدك أنا الليل وطراف النهار فذكرهم بأنه لم يخلق الله فيهم صفة الشهوة ولا صفة الحب الدنيا ولم يخلق هذه الصفات في الملائكة لذلك لا يعصون فلما أنزلهم إلى الدنيا وخلق فيهم الصفات التي خلقها في البشر أصوا فعذبوا في بئر باب هم اختاروا عذب الدنيا على عذاب الآخرة كما يعذب العاصي أي إنسان عاصي يعذب يعني وهناك ذكر لهم في القرآن الكريم في سورة البقرة وأما الأسباط فهم أولاد يعقوب عليه السلام وهم إخوة يوسف الذين ألقوا في البئر لكنهم تابوا بعد ذلك وتقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم نعم هنا أخت أيضا تسأل تقول أنا أرملة وعندي أيتام وعندي مبلغ من المال أدخره لهم عندما يكبرون وأنا أسكن في بيت إيجار والراتب لا يكفي هل أدفع الزكاة عن المبلغ والمبلغ حوالي 15 مليون نعم أختي هذا المبلغ تجب فيه الزكاة بلا شك الزكاة لا ينظر فيها إلى أن هذا يتيم أو هذا غير يتيم الزكاة في مال اليتيم واجبة مع أن هذا المال هو ليس موال ليس موال أيتام هو مال مالكي ولكنك تدخلينه الأيتام الأفضل لكي أن تشغليه عند أناس انثقات وعند عمل مضمون يعني هناك أناس ثقات لكن عمالهم غير مضمونة متأرجحة قد تخسر يعني كوني مؤتمن على هذا المال أن تشغليه في وارد مربح وعند إنسان انثقة صاحب دين وصاحب خلق وصاحب أمانة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشغل أموال الأيتام قال حتى لا تأكلها الصدقة والمقصود بالصدقة هنا الزكاة من أسماء الزكاة الصدقة قال تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى نهاية الآية المقصود بها الزكاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشغلها حتى لا تأكلها الزكاة طيب إذن نعم الخلاصة تجب فيه الزكاة هنا أخ يسأل يقول أبي توفي وكان قد عمل وكالة عام لعمي وقام عمي بدون علمنا بتحويل جميع أملاك والدي باسمه وهو الآن يقول ليس لديكم أي شيء عندي إلا أنه يعطينا مصرف أكل وشرب قليل جدا إن صح ما تقوله فجميع الأملاك التي سجلها عمكم باسمه وهي لأبيكم هو مال سحت حرام مال سحت حرام ليس له أي شيء لأنه وكله بإدارة الأموال ولم يوكله بالاستيلاء عليها لذلك فقد أكلها حراما أما بالنسبة لأنه يعطيكم المصرف وهو هذا أموالكم هو لا يعطيكم شيئا هذه أموالكم وهذا جزء من أموالكم قولوا له بأن هذا الأمر يحول بينه وبين الجنة وإن قضى دهره صلاة وصياما إنسان إذا صلى وصام وحصل على مكان في الجنة حصل على ملك وكل إنسان هو يبني ملكه بالعمل الصالح أنت تبني ملكك في الجنة فكلما عملت أكثر كان ملكك أكبر ومحتوى الملك من قصور وأنهار وأشجار وفواكه وحور وخدم وولدان مخلدون كل ذلك أنت تكثرهم بعملك الصالح قولوا له مهما كثرت من عمل صالح وورثت الجنة بعملك وبرحمة الله قبل ذلك فأنت ستتخلى عنها لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن من أكل إرث وارث أو حرم وارثا من إرثه حرمه الله من إرثه في الجنة فحذره وقل له هذا الكلام طيب نعم أمهما من أربيل تفضلي أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ ممكن ثلاث أسئلة نعم ممكن تفضلي أختي حماسي لازم أعدة ويعني في التحشوية مثل خواتب أو في مواتب التلفون مع نساء يعني أي خلت تتكلم بالتلفون وغير التلفون المرأة أدتها عن الرجال ليس عن النساء طيب الشيخ والسؤال الثاني يعني من نقعد تقعدوا لنا عدت الفاذ يعني عادي مثل شاهد التلفزيون طيب سؤال آخر وصلاة الوطر بعد التراويح طيب ممنون شيخ شكرا منتل الله نجيب على أسئلة الأخط باختصار هي سألت ثلاثة أسئلة اثنين منها متعلقة بالعدة المعتدة ماذا تفعل المعتدة لا تلتقي بالرجال غير المحارم يعني مثلا يمكن أن تلتقي وحتى ترفع الحجاب أمام أبيها وأمام إخوتها أبناء إخوانها أبناء أخواتها أعمامه أخوانه وكلهم محارم فيمكنها أن تلتقي بهم أن تتكلمهم بالهاتف أو مشافهة وليست ملزما وليست ملزما تتحجب أمامهم أما سائر الرجال فلا بما في ذلك إخوة زوجتها إخوة زوجها لا أما بالنسبة للنساء مفتوحة متى ما شاءت متى ما جلست يمكن ذلك لكن تتجنب لبس الملون المزروق تتجنبه تلبس الملابس كما نقول الرزنة إما تلبس الأبيض أو تلبس الألوان الداكنة وما شكل ذلك لا تخرج من البيت نهارا إلا للضرورة القصوى يعني ربما محكمة ربما مستشفى ربما ما شكل ذلك لكن في الليل يمكنها أن تخرج للسمر مع نساء تتعلل ما نقول مع نساء لكن ترجع وتبيت في بيت العدة في بيت زوجها بالنسبة لمشاهدة التلفزيون لا بس ليس في مشكلة لكن تتجنب يعني أمور الرقص وما شكل ذلك وهذا حرام على المعتدى وعلى غيرها بالنسبة لصلاة الوتر متى تكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ترو واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرة نعم تكونوا بعد التراويح من أراد أن يقوم الليل فيصلي الوتر يعني بعد قيام الليل لكن لو صليت قبلها هل يجوز يجوز لكنه خلاف السنة طيب هنا الأخ حسوني الأمير هكذا سمى نفسه يقول عمتي تعاني من أمراض المفاصل والطبيب أعطاها دواء ومنها توجد حبوب منومة فلا تستطيع القيام لصلاة التهجد وهي تتمنى أن تصليها فماذا تفعل؟ إذا كانت معتادة على صلاة التهجد يومياً وبسبب هذا المرض صارت تنام يكتب لها أجر النية ليس أجر الصلاة الصلاة لم تحصل لكن يكتب لها أجر النية إن شاء الله نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من اعتاد على عباده وهو مقيم ومعافى صحيح كتب له أجرها فيما لو سافر أو مرض إنسان معتاد أن يصوم اثنين وخميس فمرض وما عاد يستطيعها يكتب له أجر النية طيلة عمره خاصة الشيوخ الذين يكبرون فيضعفون عن العبادات يكتب لها أجر نيتهم إن شاء الله أبو محمد من الموصل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء في السؤال تفضل زوجتي وعلى أمها وعلى أهلها زين وطردوا أخوتها طيب على مد الإرث مؤرث نحن ولم نقول على مد الإرث مؤرث طيب بلسا هي حايرة يعني تروح يقول طردوني يا إخواني إذا تروح إذا تروح هم يطردوها نفس الشي ولا لا إذا تروح النوب هم يطردوها تدري بنفسها يطردوها إذا راحت النوب يطردوها 2 ناعتم يعني أخوته 2 ناعتم طردوها زين ما تدري تقولها الأمها أنا أتمنى أجي أشوفك بس أخوت يطردوني أمها أمها عقلها مختلفة سبحان الله طيب أمها عقلها مختلفة طيب طيب تسمعوا الإجابة إن شاء الله وأسه هي حايرة يعني تروح يطردوها أخوتها تطردوها يعني هي حايرة أقول لله ودي عليك أخوك الله الأخوانا ما يقبلون طيب أي عدا أخوة آخرين غير ذولة اللي يطردوها أي عدا بس أمها يما ذولة صغار ليش ما يروحون أخوتها وياها ويحجونوا لي أخوتهم ليش أنتم يجتصرفون شون تطردون على مودة الإرز سألتك ذاك المرة شيخي على مودة الإرز ماشي ذاك المرة سألتك جوابتني يعني كل من إلها حصتها على البطاقة هذه وما يقولون لا يعني يعني قصد إلوان إحجاد يعني موك حكم شرعي أردل قالك حل إجتماعي ما تقدر تأخذ أخوتها الباقين يروحون وياها ويقنعون أخوتهم ليش ما تطردوها ما يقبلون ما يقبلون طيب لا حول ولا قوة الله بالنسبة لمثل حالتك أخي إذا كانت تعلم بأنها ستطرد ولا يوجد إخوة يساندونها أمام إخوتهم الذين يطردونها وأمها لا تستطيع بسبب اختلال عقلها فهي ليست آثمة وليست ملزمة للذهاب إذا كانت موقينة بأنهم سيطردونها نعم وليس عليها آثم إن شاء الله الأخ حلمي يقول عندي سؤالان الأول هل دعاء الإفطار واجب؟ وما هو دعاء الإفطار؟ والثاني هل دخول الماء في الأذن يفطر؟ بالنسبة للدعاء الإفطار هو ليس واجبا إنما مستحب فمن دعا بها ونعمته ومن لم يدعوه فليس آثما وصيامه صحيح وإفطاره صحيح وتقبل الله منه الناس اعتادت أن تقول اللهم لك صمت وبك أمنت عليك توكلت وعلى رسقك أفطرت هذا لم يرد فيه حديث إنما هو من عادة الناس الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرا يفطر على تمر ثم يشرب ماء ويقول ذهب الضمأ بعدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن ننبه إلى أن الدعاء عند الإفطار مستحب وهو من مواضع الإجابة من مواضع الإجابة طيب فأدعو الله سبحانه وتعالى أند فطوركم إذا أكلتم التمر واشربتم الماء ومن لم يوجد عنده التمر فليبدأ بالماء هذا هو المستحب ويجوز الإفطار على أي شيء لكن السنة على تمر فإن لم يكن يوجد تمر فماء هذا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شربت الماء وبللت عروقك فادعو الله سبحانه وتعالى فهذا من مواضع الإجابة أما هل دخول الماء في الأذن يفطر هذا الأمر إذا قال الأطباء بأن الأذن منفذ مفتوح ينزل إلى الجوف فهو يفطر إذا كنت متعمدا أما غير المتعمد كمن يسبح في نهر أو من يغتسل تحت الدوش ودخل الماء في أذنه وهو غير متعمد لا يفطر بأي حال حتى لو نزل إلى الجوف وأحس به لا يفطر لأنه ليس متعمدا فأمره إن شاء الله وعسى طيب أبو محمد بن بابل نعم تفضل نعم حياك الله أهلا وسهلا شيخ أدي سؤالي إذا ما أفضل رحمة إن شاء الله تفضل رحمة الله أودك شيخ أولا أنا عندي محل مع المواد كحبائية ومشاعية طيب أكو بيعي بيعون نظامين تدري سباك المحل يعني أقدر أبيع بالنقد وبالقصوص لو أكوشك يعني بالقصوص إلا أنا أفصل لك المسئلة عندك سؤال آخر نعم شيخ سؤال آخر عندك السؤال الثاني شيخ الدوالدي أخذ مرة يتزوج مرة ثانية فالزوجة الثانية مو فعل حياني شوي يدير بالك بالكلام نحن نقول هذه الشغلات الخبيثة وكذا وهاي أنت شايفي بعينك شايفي بعينك بس جاوبني على سؤال شايفي بعينك بس جاوبني على سؤال السحر يعني دا تقول أنا كافر فأنت عندك دليل على أنها تعمل هذا العمل يعني ما يجوجل حكم بمجرد السماع شايفوها يعني جماعة موثوقين ويعني خافونا الله وقالوا هذا الشي والدليل الثاني والدي كان يعني ما كوهي شي يعني حبنا وما يقدر يفارقنا دقيقة واحدة يعني لو أطلع للسوق يخابرني مرتين ثلاثة ها هاتسوار دقام إذا يشوفني يعني يشوف يعني يعني يشوف يعني عدو إلى كبير يعني بدون بدون أي تقصير منك وبدون أي مشاكل حصلت بيناتكم على الغفلة هي تي بدون اي 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 نعم شيخ منها بدون أي مشاكل واي شي وما بدر من عندي غير الطيب والحد هاي اللحظة يعني راح اشتك علي ووقفني في السجين ليش شوك شنو كان لما اشتك عليك شنو كانت الدعوة الدعوة على الساس انه أنا هاد علي والجيران هما انفاز إينا بيننا وبيننا زين فراح اشتك اداز عليه القاضي زين وحصل هذا الشي نقيت له هذا ما اكو هذا الشي استاذ القاضي قال لأدك شهود قال لأ قال لأ شون تقول الجيران هما فازا قال لأ والله ساعة شيطانية وانا بكسب ابني عجيب اي نعم شيخ من هذا الدليل والدليل الثاني قيت لك انه هو الشخص الشاف طيب ماشي يا اخي ايه فهسان اقدر اظل انطيف فلوس يعني وهي اتاخذ من عنده والتروح يعني وديهين خاف يعني من هاي الشغل فريقية خمسة ماشي يا اخي ماشي احوله بنقوة الله بالله ماشي اخت اسمع الجابة ان شاء الله عندنا اتصال اخر الان مهند من الرمادي تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يسلمك شيخ شيخ عن عندي والدي والتي قدموا ذي الحاج نعم الله يسرلهم يا رب ايه وفاز بالقرعة ابوي وامي فازوا بالقرعة ما للحاج الحمد لله نعم ايه على هاي السنة الفين وعشرين الله يسرلهم يا رب اسأل الله اني يا رب ان يبعد هذا الوباء وهذه الجائحة على العالم ويفتح الحاج يا رب امين يا رب العالمين فشيخ ابوي توفي وراء بستة شراء متوفد وراء ما اطلع فازوا وبالقرعة ما للحاج سبحان الله ايه والله شيخ سألين الحمهم برحمته الواسعة ويركتب لهم اجر النية سؤالك شنو اخي امين يا ربي شنو سؤالك شيخ اخوتي قرروا انه انه ان يطلع مكان امي واخويه الكبير يطلع مكان ابويه زين فابويه دفع خمس ملايين دفع عمال الحاج الاولى مليونين ونصف الامي ومليونين ونصف ابويه دفع احنا ابويه من حرمالة من جيب الخاص طيب هل تعتبر هالخمس ملايين شيخ ورث ام تعتبر هي يعني يعني هل ننطي احنا الخمس ملايين ننطي من نوزع لاخوتي من عده لو ابويه دفع احنا بحرمالة يعني طيب يعني هالخمس ملايين شيخ هل تعتبر ورث سؤالك واضح جدا سؤالك واضح جدا شرعي ورح أرشدك على فتشغلة إشي تسويها بارك الله بشيك بارك الله إشي تحجون إن شاء الله لكم يا ربي يسر لكم وإشي تسوي نحج لأمكم وابوكم يعني حكم هاي الفلوس كل الكلام إن شاء الله رح تسمعها بإذن الله إن شاء الله حسنا ناوي قلنا إذا رحنا للحج نحج لهم إنابة يعني مننا تنسوي لهم حج إنابة عن أخوة لأم وابوها ما يصير أنت هذا مو حاج قبل ما يصير أنت تحج نيابا عن مكوبوك إنت لازم تحجي نفسه لا يعني قصد الشيخ من نروها إحنا نشوف طلاب علم من السعودية هو هذا اللي أرد أقول لك عليها هو هذا اللي أرد أقول لك عليها نعم نعم طيب إذا تبقى على شرطة الفلوس تسوط حنية شرطة الخمس ملايين إنه أبو يدفعني بحياته يدفع الأولى مالي حاج أبشر الأخ الأول الذي سأل قبل هذا السائل الكريم سأل أخ كريم قال إنه حول البيع بالنقد والبيع بالتقصيط يريد أن يبيع هكذا هل يجوز أن يضع سعرين لنفس السلعة نجاوبه لأدنى التصالح المخرج هلو السلام عليكم لأدنى التصالح حتى ما يبقى معلق أم أحمد تفضلي أم أحمد نعم تفضلي أختي نعم عندي سؤال بارك الله بك وفيك بارك الله تفضلي عدنا ابنية شوية بيها واحد وكانت بلوض وفعد ما رقنا لها ويعني عالجناها صارة زينا بس هل سأنتقف الصلي الضل تنظر الصيام الضل صايمة كل السنة هل عليها الصيام يعني سؤالي؟ ما فهمت سؤالك لما تقف الصلي إيش يصير بيها؟ يعني منتقف الصلي الضل بيبها وينفسها تنظر أنه ظل الصوم صيام تنظر بقلبها بليه ما تحكيها؟ إي إي تنظر بقلبها والظل صايمة هذا كل أيام النذر بالقلب النذر بالقلب ما ملزم النذر بالقلب ما ملزم حتى لو تقول بقلبها شما تقول صلاة صيام قراءة قرآن ما ملزم نذر بالقلب ما ملزم إذا خطر بالقلب ما ملزم قلبها ما ملزم مفرض عليها الصيام لأصومة تأب نفسها نعم بارس الله بك النذر بالقلب ليس ملزما إلا أن يتلفظه الإنسان وإذا تلفظه بسبب وسوسة أو بسبب شيء قاهر أيضا غير ملزم ربما إنسان نعم طيب كل أيام السنة صائمة لا خطر تفطر كل قاطع الحجم خطأ إذا ما صوم ما عني خطأ ما عني خطأ لصوم النذر بالقلب ليس ملزما النذر بالقلب ملزما بارك الله بك وفيكم بارك الله بارك الله بك وفيكم بارك الله بالنسبة للأخ حياكم الله الأخ الذي سأل أنه يريد أن يبيع بالنقد وبالقصط نعم أخي أجوز ليس في ذلك مشكلة أن تبيع بالقصط أغلى من البيع بالآجل حق مشروع بلا شك البيع بالقصط أنت راح تنتظر ورح تتحمل مدة الانتظار وفلوسك تبقى إما العالم يحق لك أن تبيع بأغلى من السلعة لكن لا أن يكون استغلال ويكون غبن فاحش ومشاكل ذلك بعض الناس يستغلون بيع البذور مثلا في موسم محدد الفلاح يضطر يتفق جميع أصحاب البذور على بيع هذا البذور بهذا السعر بالآجل ويكون بغبن فاحش بحيث الفلاح يضطر لو يشتري بهذا السعر ما يلقي أرخص بسبب اتفاق بين الباعة أو ما يزرع فيضطر يشتريه بالغبن الفاحش وغالبا يخسر فإذا لم يكون بغبن فاحش إنما زيادة معقولة مثل ما هو بالسوق فليس في ذلك مشكلة إن شاء الله حتى لو قال هاي السلعة هذا القلم إذا كان بالآجل بكذا سعر وإذا كان بالنقد بكذا سعر ليس فيه مشكلة أبدا لكن مشكلة أين أولا إذا تأخر التسديد ووضع عليه زيادة هذا حرم أو اشترط عليه بما أنه تأخر يجب عليك أن تشتري مني سلع أخرى لا هذا أيضا حرم لا يجوز ذلك وكذلك يجب أن يتفق معه على واحد من البيعتين مثلا يقول له هاي البضاعة إذا كانت بالنقد بألف بالآجل بألفين تمام مو يأخذ السلعة وبعدين يقول لباتر أجي أقول لك بالآجل لا الآن قبل الشراء قبل أخذ السلعة اتفق على واحدة من الصغتين إما نقد بهذا السعر وإما آجل بهذا السعر يتفقون بعد ذلك حلال وليس فيه مشكلة إن شاء الله الأخ الذي ذكر ادعى بأن زوجة أبيه أبوه تزوج وتغيرت أحواله وزوجته ادعى بأنها تأخذ السحر ذا تعمل السحر يعني عندما أقول ادعى لا عني أنه كاذب لأنما أقول هكذا قال يعني الاتهام بالسحر إخوان الاتهام بالسحر أمر خطير جدا الساحر كافر والذي يراجعه ويعمل السحر معه ويصدقه كافر أيضا هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا يعني ساحر فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يذهب إلى السحر كيف بالساحر نفسه وحد الساحر القتل يقتل مو الناس تقتله إنما يقتله القاضي أو الإمام على يتيحال فالموضوع هنا اتهام إنسان بأنه يعمل السحر الناس صارت الآن تتهم بالسحر بدون بس مع إنسان تغير هذا مشعور له بس مع إنسان تزعل هذا مشعور له أخوان مبهى سهولة أنت تحكم على إنسان بالكفر إذا اتهمت إنسانا بعينه يعمل السحر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان وإلا ردت عليه إذا وصدق كافر كافر إذا مو صدق راح ترجع علي قالها ويعني مسألة خطيرة جدا هذه الكلمة على يتيحال الأخ سأل سؤالا نحن لا ندري ما هو الواقع لكن أيضا الإنسان عليه أن يحذر إذا وجد في نفسه تغيرا مفاجئا صرت تكره بعد أن كنت تحب أو صرت تحب حب شديد بعد أن لم يكن هذه الأمور التغيرات النفسية على الإنسان أن يراقب نفسه لأنه يخشى أن يكون قد تعرض لسحر على أي حال الأخ يقول أنا أعطي لأبي ويشك بأن زوجته تأخذ منه لتعمل السحر إذا كنت تعلم بأن هذا المال يذهب إلى هذه الطرق ممكنك أن تعطي أشياء بدل المال تعطي ملابس تعطي طعام تعطي شيء آخر إذا كنت موقنا أن المال قد يذهب إلى هذه الأعمال لكن لا تقاطع أباك طيب الأخ هنا سأل سؤالا فيه تفصيل ظهرت أسماء أمه وأبيه إلى الحد ثم توفيا رحمهم الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم رحمه من الرحمة الواسعة فقرروا أن يذهب هو وأخوه بدلا عن أمه وأبيه يجوز ذلك لكن بشرط أن يوافق باقي الورثة إخوانك وأخواتك إذا وافقوا لأن هذه الأموال هي ملك لأبيك ولأمك ملك الآن هي للورثة فإما أن يوافق الجميع وتذهبون أنتم كأنهم تنازلوا عن حساتهم وإما أن تذهب أنت وأخوك ثم تعطوا قيمة الإرث تعطوا قيمة الباقي يعني تقسم الإرث كل واحد يقع اللي يقع لكم والباقي تعطوه للورثة إذا لم يوافقوا يصير قسام شرع على هالخمس ملايين شوف إذا قد حصاتكم هاي لكم إذا قد الباقي توزعوا لأخوتكم وإذا لم يوافقوا لكن لما تذهبون كمسألة إرشادية هناك طلبة علم غالبا هم من الأجانب ليسوا من السعوديين يعني هناك الأندونوسيا الباكستاني الأفغاني من الأفريقيا طلبة علم طلبة قرآن وهم يفقهون فقه الحج وذهبوا كثيرا ويسكنون مكة ويعرفون الأماكن وهم أصلا طلبة علم يعرفون الأحكام والسنن وكذا يحجون بالنيابة مقابل مبالغ بسيطة يعني إذا أعطيتمها لإنسان يحج بالنيابة من العراق سيأخذ قيمة الحج كاملا ويحج النيابة لكن أولئك يأخذون أموالا بسيطة جدا لأن الذي يسكن في مكة ليس عليه هدي لا حاجة أن يذبح الذي يسكن في مكة لأنه يقى بإحرامه فلذلك ليس عليه ذبح الذبيحة في الحج وحجه تام وسليم ومقبول إن شاء الله فاذهبوا إلى طلبة العلم إذا كنتم لا تعرفونهم إذهبوا إلى أي إنسان من الذين تجدونهم يلبسون اللبس العربي يشمغ ودجداشة ويحمل بيضة غالبا لاسلكي موظفين الحرم المكي الشريف اسألهم أين أجد طلبة العلم هم يعطونك رقم هاتف أو يدلونك على مكتب وهم أفقات ويتيك بشهادة يشهد الله فيها أنه أدى الحج باسم أبيك أو باسم أمك يكون ذلك بعد عرفة كنت واصل بينك وبينه بالهاتف تعطيهم القيمة لأمك وأبيك وهذه تنزل من قيمة الخمس ملايين المبلغة التي تنطو تعطوه لأولئك الطالبة الذين يحجون نيابة هذا يسقط من المبلغ المبلغ الباقي بعد هذه القيمة إذا وافق إخوانك وأخواتك كان بها ونعمة إذا لم يوافقوا فالمبلغ الباقي يقسم حسب الورثة حصتكم لكم والباقي تعطونه للورثة لإخوانك وأخواتك هذا الحكم أبو مصطفى من إديالة فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عندي سؤال فضل عندي زوجة العام برمضة صالفة حامل ما بترسوه زيان كمل معنا أخي انقطع الاتصال معلسف طيب أظنني فهمت السؤال سأجيبك عليه حاول تتصل مرة أخرى إذا قدرت تحصل علا من الفلوجة اتصال آخر تفضلي أختي السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عندي سؤال اخذر لي زوج أختي حرف عليها بطرة قالها بعد ما تشوفين من عنده ولا فلس شكال قال بالطلاق وصار هيكش يومين أحتاجت قالت ما عندي يعني فلس فأحتاجت قالها راح أمطيك فلس بس أجزلت شهنبيد ابني وقري هي كريت تعرف هذا حرام يعني ها هي الحساب عليها بشوفتين ما راح أجاوبتش إذا ما هو التصل بي ما راح أجاوبتش فتوى الطلاق ما تنقل من إنسان لآخر لأن هناك عدة أسئلة أوجهها للمتلفظ أنت كنت موجودة لما حرف صارت الحادثة يعني صارت شنو كان اللفظ ماله بالضبط شنو كان اللفظ ماله بالضبط قال قال بطلاق تحرم علي تحرمين علي إذا أمطيك فلس زين أي وراء وهلي موجودة وراء بيومين لا حول وراء بيومين قال راح أجزوية ابني أجيت يعني عشرك مستعش فتنحسب هذا حرام ولا حلا طيب طيب بس أنا لازم أسأل تقصدك يمين ولا قصدك طلاق لأن كلمة بالطلاق من ألفاظ الكناية ربما يقصد يمين يمين وتهديد وربما يقصد الطلاق الذي هو الفراق يلا راح أجاوب راح أجاوب راح أجاوب كل الاحتمالين وإن شاء الله أنت تنقلين له أمطاها دزلها ويا ابنها فلوس مكريت تعرفها هي حرمت عالي يوم يعني عاد يعني يامو قالها ما أنطيك بيديش أدزلت ويا أحد إذا قال هيش بل إذا قال هيش ما أنطيش بيديش أدزلت ويا أحد خلاص خلي دزلها ويا أحد ماكو أي مشكلة إذا قال هيش عند يمين الطلاق راح تسمعين كافة الاحتمالات الصورة واضحة إن شاء الله عندك سؤال آخر أختي سكرت عفوا زين الأخ الأختي التي سألت أن هناك يعني عندها بنت عندها وسوسة الظاهر أو كذا كان عندها تلبس ونجاها الله سبحانه وتعالى أسأل الله لك العافية تقول تنذر بقلبها أن تصوم ثم تستمر بالصيام النذر بالقلب ليس ملزما ليس ملزما النذر بالقلب إلا أن يتلفظه الإنسان وإذا تلفظه أن يتلفظه بنيته وبإرادته بدون وسوسة لأن بعض الناس هناك يصابون بظروف نفسية قاهرة بحيث يعني يعني وصلت تصلنا أسئلة والله غريبة عجيبة يقول هناك ألفاظ إن لم أقلها لا أرتاح حتى لا يستطيع أن ينام يتلفظ باللفظ وينام هذا اللفظ لا ينبني عليه حكم لا ينبني عليه حكم هذه الأمور التي تكون عند الوسوسة لذلك أما بالنسبة القلب خلص زين شين ما ينبني عليه حكم فأطمئنه ليست ملزمة حتى لو نذرت بقلبها أن تصوم الشهرة والدهر فلا تصوم ولا يوم طيب أبو كريم عندنا تصال أبو كريم من كاركوك تفضل طيب أبو كريم عندنا تصال أبو كريم بس أخر من التلفزيون سلام عليكم من الهاتف الله يكرمك عليكم السلام ورحمة الله شيخ أسألك سؤالي عندي تفضل سؤال الأول مثلا أنا فلاح وجاني شعير وحنطة وطلعت منها الزكاة ورحت اشترى ذبيحة وذبح أذبحها شكر لله سبحانه وتعالى على وجه الله فقالي الذبيحة أوزعها أكل عان وجهالي عزم عليها هي مو نذر إنما شكر شكر لله سبحانه وتعالى ومثلا زوجت طلعت من المستشفي والله سبحانه وتعالى شاطاها وأنا رح سترى ذبيحها أهم نفس الشي وذبحتها وإن شاء الله ماشا أخوة ما لجابة إن شاء الله نكسوها جزاك الله خير وجزاك الأخذ ذكر بأن زوجته لم تصم في العام الماضي بسبب الحمل وانقطع الاتصال بعده أظنه يريد أن يقول كيف تقضي أو كذا بلا شك الحمل إذا كان إذا كان الصيام يؤذيها أو يؤذي جنينها يعني شهدت الطبيبة بذلك فليس عليها صيام إنما تقضي بعد أن يزول العذر متى يزول العذر بعد أن تلد وينتهي فترة تنتهي فترة النفاس وتطهر إن استطاعت أن تصوم فلتصم وإن كانت مرضي عن وكان الصيام يؤذيها أو يؤذي الطفل فإيضا يعني ليس عليها الصيام إنما تقضي بعد أن تزول الأعذار إما أن تفطم طفل أو ربما بعض النساء لا ترضع يعني يرضع الطفل بواسطة الإرضاع الصناعية ففي هذه الحالة يجب عليها أن تصوم فإذا جاء رمضان هذا ولم تصوم رمضان الماضي بغير سبب فعليها القضاء مع الفدية بعد أن ينتهي رمضان عليها أن تقضي رمضان الماضي ومع كل يوم فدية يطعام فقير لكن إن كان العذر مستمرا حمل ثم ولادة ثم نفاس ثم رضاعة إلى أن جاء رمضان هذا هنا عليها القضاء فقط القضاء طبعا القضاء في الرقبة القضاء موجود في الذن لا يسقط لا يسقط إلا على أصحاب الأمراض المزمنة الذي لا يرجع شفاؤها مستمر على مرض وهذا المرض يمنع من الصيام إما بسبب تعاطي دواء في النهار أو بسبب أن هذا المرض أصلا يضعف الصوم فهذا ليس عليه الصيام وكذلك الشيخ الكبير العاجز رجلا كان أو امرأة إذا كان الصيام يؤذيه هذا ليس عليه الصيام أيضا أولئك يفدون يدفعون الفدية وليس عليهم قضاء أما بالنسبة لمثل أمر زوجتك فالحمل والرضاعة والحيض والنفاس كلها أمراض طارئة تزول فإذا زالت وجب القضاء نعم الآن الأخط طيبة من أربيل ويسم طيبها صح من طيبة عليكم السلام ورحمة الله الشيخ بس أريد أسأل وليس قبل فترة والدي كوفتا ولدمت عليها عدى رحمة الله عليه نعم الله يرحم والديك وكانت جعلت بالحس وفجأة يعني جيران نفعات فوق وصاحة يعني يسنوا الحكم عليه طيب وأهم سؤال خالفي زوجت وفا وتريد تجزم عدى بس بعد فترة مهزة يعني يسير لا يجوز يعني تريد أجل العدى تريد أجل العدى طيب تسمعي لجابة إن شاء الله عندك سؤال آخر أفران شيخ عرف الأخت التي سألت بأن زوجة أختها قال لها بالطلاق تحرمين علي إذا أعطيتك فلوس بعدين قالت أنه قال حلف أنه ما يعطيها فلوس بيدها يعني هنا كلمة بالطلاق تختلف عن كلمة طالق ومطلقة ما يعطيها أو قال مطلقة هذا ما لا شفاعة لازم يلتزم بالكلمة التي قالها وإلا سيقع الطلاق حتى لو قال آني ما نيتي قال آني نيتي هدد قال نيتي يمين ما بها مجال ما بها شفاعة طالق ومطلقة هذه ألفاظ صريحة لكن كلمة بالطلاق الباء حرف جر يعني حرف قسم حرف جر ويفيد القسم ربما هو دا يقسم بالطلاق ماذا يطلق أو ربما دا قصد يطلق فهنا يكون بحسب نيته فإذا قصد اليمين يدفع كفارة ويلغى اليمين ما لك كأنما ما حالف يريد ينطيها باليد غير اليد ما فيها مشكلة إن شاء الله لكن إذا قصد الطلاق اللي هو فراق الرجل عن المرأة فهنا يجب أن يلتزم لا يجوز أن يعطيها بيدها فبما أنه قال ما أعطيك بيدك إنما أرسل للك خلص فليفعل ما ذكره لا يعطيها باليد وليرسل لها مع ابنه أو مع أي إنسان آخر يا إخوان لا تتهاونوا بهذه الألف أضي الحمد الله طيب علي من الموصل اتصال آخر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوار شكرا حموالديك حموالديك تفضل عندي عندي سؤال عندي والدتي توفيت بوقت داعش رحمة الله عليها الله يرحم والديك هيكمل نحن نهزم بوقت داعش ورجعنا بالتحرير نحن لم يكن مشاريع توفى بوقت هنا رجعنا بالتحرير ولم يكن حالة المادية تعبارنا فأس واجبت الوكيل قال لي لازم تروح تطلع طبيب ينبيش القبر حجي لازم تروح على الاستخبارات فأي راجعنا موصف يعني قلني وحنا ما عدنا ما عدنا امكانية هذا ما عدنا اقول الوكيل 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 يقول لي لازم تروح يجسو لازم تروح لازم تروح لازم تروح الحرام نحن نقول نحن حالة المادية تعبارنا طيب يعني الحصة الغذائية اذا ما صدرت شهادة الوفاء ما راح تلغي بلا شك وانت ما عندك امكانية انت ما عندك امكانية تطلع شهادة الوفاء لانبيها عراقيل وروحوا تعالوا نبيش قبر مو صحيح سؤالك واضح سؤالك والله اخي ما عندي رقم رقم عراقي ما عندي انا صادق معك يعني ما عندي رقم عراقي خاص المنة الحياكم الله نعم مصطفى من الفلوجة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير حفظكم الله الشيح عندي مرأ والبطاقة مالتها ظل ويا ويا أهلها وصار ثمان تشهر وما أقدر أحولها والبطاقة اللي يعني حصتها مال التنمينية ظل لهم حال ليش ما تقدر تحولها يعني زوجتك أهلها يستلمون البطاقة والله شي يخب اي على اي تحال يعني خلنقول أهل زوجتك يستلمون الغذائية ما لزوجتك اي نعم نعم لأي سبب كان خلص ما هي من السبب طيب عندك سؤال آخر لا شكرا حياكم الله طيب أم محمد من أربيل تفضل أختي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أمي الجسعة النفاة توفق بين صلاة المغرب وصلاة العشا والدتك والدت توفق رحمة الله عليها نعم عدنا سبع أخوات أخوات يثنين كانوا ما يحجنوا يا أمي في فترة الأخيرة الحيل كانت مقعدة على السراء وما برد الذمة الله أكبر أمي قالت ما ببري الذمة وما أريد على قبري ولا يوصلون تحونا يا أخواتي تجي على القبر الشنو يعني لازم تجي ما تجي شو اللي نسوي احنا سوال ثاني شيح نعم سوال ثاني أريد أسوي أثنون أختم القرآة شيح أقوي يعني أثنون أختم القرآة شيح أهديها وشنو اللي أغضل السياح سيقض وعلي طيب طيب أختي تسمع إجابة إن شاء الله لا حوله ولا قوة الله بالله نرجع أخي المخرج أوقف الاتصالات الله يحفظك لأن بقيت عندنا صالة الأسئلة كثيرة هنا فلاح رزقه الله سبحانه وتعالى وحصد الحاصد وأخرج زكاته وأيضا زوجته كانت مريضة وخرجت من المستشفى فأراد أن يشكر الله على ما رزقه من مال وعلى شفاء زوجته وذبح ذبيحة كيف يفعل بهذه ذبيحة بما أنها ليست نذرا إنما هي شكر لله سبحانه وتعالى فأنت مخير يعني طبعا بلا شك يجوز أن تأكل أنت منها ويجوز أن يأكل أبناؤك منها بل يفضل أن تأكلوا لأن بما أنها شكر لله فهو لحم مبارك فتبركوا أنت وأبناؤك بالأكل منه ولكن شكر الله سبحانه وتعالى يكون بالتعبد بالعبادة الذبيحة لن تكون عبادة إذا لم يعطى منها الفقراء بعض الناس يستوى ذبيحة يأزم منطقته ومنطقته كلهم شبعان لحم هذه ليست عبادة شكر الله حتى لو كان واحد يقول نذر أشكر الله سبحانه وتعالى بالبيحة أنت إذا ما أديت منها الفقراء ما أديت النذر لأنك لم تشكر الله سبحانه وتعالى طيب فيجب أن تعطي ولو جزء منها للفقراء ولو جزء منها للفقراء نعم والباقي أكل أنت ويعزم على جزء منها لا بس لكن لا تنسى الفقراء من جزء من هذا اللحم الأختة التي سألت بأن والدتها هي معتدة من وفاة زوجها فخرجت في فناء الدار فرأاها جارها العدة مستمرة لكن إذا كانت تعلم بأن هذا الوقت قد يخرج فيه وكان يعني هذا البيت اللي نقول مشرف على الناس تحاول لا تخرج إلا في وقت الليل مثلا أما في النهار فلا تخرج إذا كانت معرضة أن يراها الرجال لكن عليها حال ليس عليها شيء هي لم تتعمد وذكرت بأن خالتها قد توفي زوجها وتريد أن تؤجل العدة لا يجوز الوقت يمر أجلته أو لم تؤجله العدة تبدأ بوفاة الزوج عدة المرأة بوفاة الزوج حتى لو قالت لنا اعتد هذه الأيام أيام العدة تمر عليها وهي آثمة بعدم التزامها آثمة بعدم التزامها طيب ولا تستطيع أن تقضيها فيما بعد يعني بعض الناس ورأسبوعين تلزم العدة وتبدأ تعد أربعة شهر وعشر تيام لا عندما تنتهي أربعة شهر وعشرة أيام من ساعة وفاة الزوج انتهت العدة سواء التزمت بها أو لم تلتزم بها أيها الأملة طيب فهذه كلها والعدة لا تقضى يعني الغريب أغرب سؤال يمكن أن يتوقعه إنسان أنه ورد سؤال لم يردني بصراحة إنما رأيته في الانترنت قد ورد أحد المشايخ مرأة تقول بما أننا الآن حبسنا في البيوت لحوله ولا قوة الله بالله تقول بما أننا الآن حبسنا في البيوت ولا نخرج بسبب كورونا وزوجه حي تقول هل يجوز نعتبرها من العدة مقدما أنهي أربعة أشهر وعشرة أيام لا أخرج وإذا مات زوجي لا أعتد هل يجوز هذا الشيء لا حوله ولا قوة الله من قال لك بأنك ستعيشين بعد زوجك وربما تموتين قبله مستعجلا تعالو فات الحج هذا لا يجوز طبعا لكن ذكرتني الأخ بها من عجائب الأسئلة طيب هنا أيضا الأخ سأل ذكر بأن والدته قد توفيت في أحداث سقوط المدن بيد الجماعة المسلحة وقال بأنه الدولة لم تخرج لها حكومة لم تخرج لها شهادة وفاة واشترطون بشالقبور وعمل إجراءات أخرى وهي تكلف أموالا كثيرة وهم حالتهم المادية ضعيفة وبدون شهادة الوفاء لا تنقطع حصتها من المواد الغذائية فهل يجوز أن يستلموها نحن قلنا بأن الأصل لأنه لا يجوز أخذ يعني حصة الميت يجب أن تسقط من قبل الدولة من قبل أهل الميت يخبرون الدولة لكن بما أن إسقاطها لا يكون إلا بشيء أسير لا يستطيعونه فليسهموا الزمين تمام الزمين فلوس ما عندك مين تصدر هذه الأمور كلها وبعدين وراها أنا بشيء قبر لا أخي لستم والزمين وبما أن الدولة هي التي تشترط إسقاط الوجبة بصدر الشهادة فيجوز لكم أن تأكلوا الوجبة وليستم عاثمين بذلك إن شاء الله نخرج على يعني خارج على طاقتكم فكل وجبتها هانيئا مريئا إلى أن يتيسر لكم خارج شهادة الوفاة هنا الأخ ذكر بأنه تزوج امرأة ولم يستطع أن يحول اسم زوجته معه وبقية المواد الغذائية تصرف لأهلها يعني إذا هي تبرعت و وافقت هي حصتها هي حصتها هي زوجته إذا هي وافقت أن يأكلها أهلها ليس في ذلك مشكلة هي كأنما تتبرع بها لهم وإذا أرادتها فلتخبر أهلها يعزلون حصتها وتأخذ هي حصتها طيب هنا الأخ سألت سؤالا مؤلما ذكرت بأن والدتها توفيت بين المغرب والعشاء طيب وبعض بناتها بعض بنات المرحومة كنا قد قاطعنها وخاصمنها ولم يأتينا إليها ولم تبرئهم الذمة لم تبرئهن عند الموت وماتت وهي غاضبة على بناتها وطلبت أن لا يزرن قبرها أولا الإنسان الذي يموت أبوه أو تموت أمه وهو عليه غاضب وهو ليس راضيا فموقفه خطير جدا وهو يعيش في أزمة حاليا يعيش في أزمة علاقة بينه وبين الله بين الخالق لأن رضى الله من رضى الوالدين وسخطه وسخطه من سخطهما طبعا إلا إذا كانت الخصومة على باطل يعني ربما الأب أو الأم يخاصمون أبنائهم على باطل ليس على حق والابن يحاول أن يرضي أباه أو يرضي أمه وهو رافض يعني مرة سألني أحدهم سؤالا عجيبا غريبا قال أبي يريدني أن أكون مغنيا مغني مغني بأغاني الماجنة التي لا تقبلها الشريع قال وأنا أرفض وأذهب لأراضي أبي وأبي يرفض يقول عندي صوت جميل أريد أن أستغله بالأناشيد وبالقرآن وأبي يجبرني عن الغناء هنا الإنسان ليس ملزما ليس ملزما أن يسمع كلام أبيه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق على أي حال لكن إذا كانت الخصومة بسبب أمور دنيا أو ما شاكل ذلك فالابن على موقف خطير مع الله تعالى حتى لو كان الأب حيا فإذا مات فالمشكلة تفاقمت أكثر أما قولها أن لا تزور بناتها قبرها لا ليست ملزمة اذهبنا وزرنا قبرها والأفضل من زيارة القبر اجتهدنا بتقديم الطاعات لأمك عسى أنه عندما يصلها الثواب من كنا أنها ترضى يمكن أن ترضى في القبر نعم هي ميتة لا يعني منقطعة الحياة إنما انتقلت من حياة إلى حياة أخرى تعرف الخير والشر ويعصلها للثواب وكل ذلك فعسى أن ترضينها قبل أن تكون الخصومة في المحشر يوم القيامة ماذا تفعلين عند ختمة القرآن أي عبارة تقولينها إهداء لأمي يا رب أوصل ثواب هذه الختمة لأمي حتى لو حتشيت بالهجة العمية يا رب ثواب ختمت لأمي كل ذلك يمشي حتى لو نويتها في القلب كذلك يمكنك الصلاة ليست صلاة الفريضة نيابة عن الأم لا الفرائض لا يجوز فيها النيابة صلاة نافلة أي صلاة تطوع لله سبحانه وتعالى تهدين ثوابها لأمك وكذلك الصدقة وأفضل صدقة تصل الميت هي الماء الماء جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان أبر الناس بأمه لما توفيت أمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم صدقة تكون لأمه فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الماء شنو ماء حفر بئر في مناطق لا يوجد فيها آبار خاصة هناك الآن مؤسسات تحفر آبارا في المدن الضعيفة المدن الفقيرة التي يعيشها المسلمون وليس عندهم ماء في أفريقيا وغير أفريقيا هناك مؤسسات تحفر آبار ومناطق فيها آبار عميقة قد يستمر البئر مئة سنة وهذا أجرها عظيم أو وضع براد ماء في مسجد هذا أيضا يعتبر ماء يعني هذا أفضل الصدقة الماء وسائر الصدقات أيضا يصل ثوابها الميت زين افتح إذا بقعدنا وقت أظن وقت البرنامج ضاق نعم الأخ مصطفى الأوسي يقول هل يجوز مصافحة وتقبيل زوجة الأخ أو بنت الخال والعم ومرأة العم كل ذلك حرام ومن الكبائر كل تلك النساء ليست محارم زوجة الأخ ليست محرما بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن زوجة أخيه هل يجوز أن تلقي الحجاب فقط قال الحجاب في البيت قال لا قال أنا حموها يا رسول الله قال ألحموا الموت ألحموا أخو الزوج الموت يعني الموت أن تموت خير من أن تنظر إلى زوجتي أخيك بغير الحجاب نعم وكذلك بنت الخال وبنت العم ليست محارم هي تحل لك لو تزوجتها وزوجة العم وزوجة الخال أيضا ليست محارم زوجة العم إذا مات عمك تقدر تزوجها إذا مات خالك تقدر تزوجها كل تلك ليست محارم هنا يقول الأيام الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر من شهر شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها هل هذا صحيح؟ أخي لا تكتب صاد إذا كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتب صاد هذا حرام اكتب صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بن حمد رؤية في المنام بعد أن توفي قيل كيف وجدت ربك قال وجدت نورا على كل صلاة صليتها على رسول الله بالكتابة في الأحادث التي تكتبها هذا في الانترنت ستبقى نورها يشعرك في قبرك إذا كتبت صلى الله عليه وسلم كلمة صاد حرام لا تجوز مع اسم رسول الله على ايتي حال لا يوجد تخصيص للثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من شعبان إنما هذه ثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر هي الأيام البيض تستحب من كل شهر ولكنها في شعبان آكد لأن شعبان بصورة عامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب أيامه فهو شهر مفضل بالصيام الوقت انتهى لكن عذرا سامحنا أخي المخرجين نطيني دقيقة وحدة لنا الأخ عنده أكثر من سؤال يقول في الوضوء هل يجوز أن يمسح شعر رأسي من الأعلى أو من الجانبين فقط كل ذلك جائز تكفيك ثلاث شعرات طيب ويقول شعر بين النام أنه لا يجوز صيام شهر رمضان مقبل بسبب كورونا فماذا نقول بهذا الخصوص هذا الكلام باطل بعض الناس يقولون الإنسان يجب أن يشرب الماء كثيرا ولا يجوز خشية أن يصاب بكورونا هذا الكلام باطل نسب الكلام إلى هيئة الإفتاف السعودية وإلى الأزر الشريف وقد ظهرت بيانات تكذب هذا الكلام الله سبحانه وتعالى أعطى الرخصة للمريض وليس لمن يخاف المرض شي بعد ما صاير أنت من السم تفاول على نفسك ما أصوم حتى أخافت مرض باطل عذر باطل لا يجوز العذر للمريض فقط الذي يضعفه المرض عن الصيام أما الخوف من المرض ولقايا من المرض هذا ليس عذرا للصيام يجب الصيام ولا فرق لهذه السنة عن باقي السنوات الصيام واجب إذن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم تقبل الله من يومكم صالح الأعمال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصعب يجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة